اشتركوا في القناة افلاج في سلطنة عمال المياه التي قامت على ضفافها الحضارات وبنت الامم امجادها عليها كانت وما زالت هي عمود الحياة واعظم نعم الله على خلقه ووجودها يعني الحياة بكافة اشكالها وهي حجر الاساس لنجاح واستمرار اي تنمية على وجه الارض شكلت المياه مشكلة رئيسية للمزارعين في سلطنة عمان على مدى التاريخ الزراعي الموثق في المخطوطات والكتب القديمة ولذلك كان لابد من ابتكار طرق واساليب حياة عديدة للحصول على مصادر دائمة للمياه فكيف تم ذلك؟ تعتبر الافلاج هي الحل الذي ابتكره العمانيون للحصول على مصادر دائمة للمياه ولذلك اصبحت احد المصادر الرئيسية للمياه في سلطنة عمان وتمثل اهمية كبيرة كونها رمزا من رموز الحضارة العمانية العريقة والمورثات الهامة بالسلطنة والتي برهنت على قدرة الانسان العماني وعزيمته الكبيرة في بناء الحضارة وإثراء التراث الإنساني وقد اختلف المؤرخون في تحديد التاريخ الحقيقي لشق الافلاج في عمان نظرا لعدم وجود وثائق تاريخية مؤكدة تثبت ذلك إلا أنها تعتبر نسيجا عمانيا أصيلا منذ القدم حيث قامت عليه الحضارة وكانت ولا زالت حياة الانسان العماني مرتبطة به إلى اليوم وتشير بعض القصص والساطير الشعبية إلى عهد النبي سليمان عليه السلام لتكون هي الفترة الأولى لشق الافلاج في عمان ولعب نظام الأفلاج في عمان دورا لا يستهان به في الحياة الاجتماعية باعتباره نظاما يساعد على التماسك والتعاون والذي يستهدف الصالح العام وقد كان له الدور الكبير في غرس أخلاقيات التعاون والعدل والشفافية والتداخل الاجتماعي من خلال الممارسات العديدة التي تخص نظام الأفلاج وقد وضع العمانيون الأسس الكفيلة للحفاظ على هذا النظام اشتركوا في القناة وها هو الإنسان العماني مع إشراقة الصباح الأولى حيث اللون الأخضر الملتحف برداء السماء وصوت خرير المياه المنساب ما بين السواق فتدفق مياه الأفلاج مع همة الإنسان العماني ليشكل معا ثنائيا رائعا من العطاء الذي لا ينضم والممتد على مر العصور تعد الأفلاج نموذجا متفردا في تقديم نظام ذا كفاءة عالية في إدارة الموارد المائية لقد قصد هذا النظام ما أصبح يعرف اليوم بالإدارة المتكاملة لموارد المياه والذي هو سر بقاء هذه الأفلاج متماسكا عبر آلاف السنين حتى اليوم اهتم النظام الأفلاج بإدارة الموارد المائية كما ونوعا فمن ناحية الكمية يعتمد توزيع الحصص المائية في نظام الأفلاج على اعتبار نوع التربة هناك خشن وهناك تربة ناعمة وأيضا على نوع الأفلاج إذا كان غيلي أو إذا كان أفلاج عدية التربة الخشية تتميز بمعدلات رشح عالية أما التربة الطينية بمعدلات رشح ونخفضة ولذلك معدلات الري تحتاج إلى فترات أطول في التربة الناعمة أما من ناحية نوع الأفلاج فتعتبر الأفلاج الغيلية أكثر تأثرا بفترات الجفاف منذ أن وضع العمانيون نظاما قائما للأفلاج وأيضا طرق الاستفادة من حصة المياه لكل المزارعين وهم يقيسون المواقيت بدقة عالية تثير التساؤل التالي كيف استطاعوا أن يحدد المواقيت وبأي وسيلة كان يتم ذلك قام العمانيون بابتكار نظام يساعدهم على تقسيم مياه الأفلاج فيما بينهم حيث يتم توسيع المياه في معظم الأفلاج على أساس الوقت الذي يتم تقسيمه على وحدات زمنية تنحصر بين الأثر وهو ما يعادل نصف ساعة والربع وهو ما يعادل ثلاث ساعات والبادة وهي تساوي 12 ساعة أو 24 أثر وقد كانت في الماضي توجد ساعة شمسية يتم بموجبها تحديد التوقيت الخاص بكل دورة أثناء نهار ويمتلك كل مزارع قسما خاصا من الماء تحدده مساحة مزرعته ونسبة مساهمته في بناء الفلج وتختلف أحجام الأفلاج في عمان من فلج صغير قد تمتلكه عائلة واحدة إلى فلج كبير يمتلكه المئات من الناس ويوجد في كل فلج من الأفلاج حصص من الماء تؤجر دوريا من أجل صيانة الفلج وخدمة المجتمع ويوجد مصادر المياه في القبل الأخضر مع التحديات الرهنة يعني كبيرة والتحديات كبيرة في الجبل الأخضر المواطن ذاته يعني يقد صعوبة كبيرة في شق قنوات عبر هذه الصخور والجبال الصلبة وكذلك الدولة قد تواقه أيضا التحدي في هذا الجانب فالجبل الأخضر يختلف في اختلاف كل عن المناطق السهلية التي توقت بها التربة أو الكثبان الرملية فالجبل الأخضر المنطقة صخرية ومنطقة صخر يعني صلد جدا وأي عمل داخل هذه الصخور بهدف استخراج المياه يحتاج إلى قهد كبير سواء من المواطن أو من الدولة ذاتها اشتركوا في القناة بالرغم من تشابه معظم الأفلاج في بعض الصفات إلا أنه هناك اختلاف من حيث الاتساع والعمق ونوعية المياه المتدفقة ومحتوياتها وطبيعة الأرض التي تسير عليها وفيها كيف تعتمد هذه الأفلاج على أصحاب الأفلاج؟ هناك مبدأ أساسي مبدأ اقتصادي يمكن هذه الأفلاج من الديمومة وهذا المبدأ هو أنه هناك سوق للمياه وهذه السوق عادة تكون كل يوم جمعة وهناك حصة بمدة 24 ساعة يقع تداولها بين المزارعين بحيث أن المزارع الذي ليس لديه كميات كافية من المياه يلجأ إلى شراء حسة من المياه أو كراء حسة من المياه خلال يوم الجمعة وبالتالي يتمكن من تلبية حاجياته المائية ويدفع مقابل لتلك المياه والغاية الأساسية من هذه الأسواق للمياه التي نراها في أغلب أفلاج السلطنة هو تجميع أموال وهذه الأموال التي تجمع ليست للربح ليس هناك غاية ربحية لكن الغاية الأساسية منها هي إمكانية صيانة الأفلاج صيانة متميزة وبدون اللجوء إلى إعانات الدولة وقد تم تقسيم الأفلاج إلى ثلاثة أنواع النوع الأول الأفلاج الداودية وهي التي تستمد مياهها من سفوح الجبال وتنسب هذه الأفلاج إلى النبي داود عليه السلام حيث يتميز هذا النوع بثبات مستوى تدفقه إلى حد كبير ويتراوح عرض قناته من متر إلى مترين وارتفاعها من متر إلى مترين وأقصى عمق لها قد يصل إلى خمسين مترا تحت سطح الأرض مثل فلج دارس بولاية نزوة وفلج الملكي بولاية إسكي والنوع الثاني من هذه الأفلاج الأفلاج الغيلية التي تستمد مياهها من تجمع مياه الأمطار في المستويات الأعلى للمياه الجوفية وهي غالبا أفلاج سطحية مكشوفة من النبع إلى النهاية ويتم تغذيتها من مياه الواد السطحية ومن أمثلتها فلج لبشاري بولاية قريات أما النوع الثالث والأخير فهي الأفلاج العينية وهي تلك الأفلاج التي تكون مصدرها الينابيع والعيون كفلج الحمام في ولاية بوشر وفلج الجيلة بولاية سور وتقوم وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه بدور بارز وهام للحفاظ على هذه الأفلاج من خلال الصيانة المستمرة لها وتقوم الجهات المختصة بالوزارة بصيانة القنوات المغطاة للأفلاج وفيها يتم إعادة بناء هذه النوعية من القنوات في نفس المسار السابق أو بتحويلة جديدة بمحاذاة القناة القديمة وبمقاطع تتناسب مع كمية المياه المتدفقة من قنوات الأفلاج أما بالنسبة لصيانة القنوات المفتوحة فيتم أيضا بإعادة بناء القنوات في نفس المسار أو تحويل المسار بمحاذاة القناة القديمة أما صيانة الفرض أو ما تعرف بفتحات التهوية والتنظيف فيتم عن طريق إزالتها حتى الوصول إلى الأرض الجبلية الصالحة للتأسيس ومن ثم يتم بناؤها بأعلى من مستوى الأرض الطبيعية المجاورة وقد تكون تحت مستوى الأرض في مجال الأودية كما تقوم الوزارة ببناء أحواض التجمع أو ما يعرف بالجابية أو الجل أو اللجل عند نهاية القنوات بالقرب من الأراضي الزراعية ونظرا لقلة هطول الأمطار والتطور الاجتماعي والاقتصادي والحاجة الملحة والكبيرة إلى الماء كان لزاما البحث عن بدائلة تساعد الأفلاج في الحفاظ على مياهها فبرز البحث عن المياه في الأعماق البعيدة حيث المخزونات الجوفية ذات الإنتاجية العالية عن طريق حفر الآبار المساعدة ولم تكن هذه الفكرة وليدة الحاضر بل كانت موجودة في السابق ممثلة في الآبار المفتوحة الجماعية والتي كانت تستخدم أيضا لري النخيل أوقات الجفاف وقد اعتمدت بعض الأفلاج على الآبار المساعدة للفلج لري الزراعات القائمة عليها مثل فلجي المبعوث والمفجور بولاية عبري وفلج البسياني بولاية بوهنة كما تهتم وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه بتقييم وإدارة تنمية الموارد المائية من خلال المتابعة المستمرة لقياس تدفق الأفلاج حيث يمكن الاستفادة منها في البحوث والتحليلات المتعلقة بالمياه وقد تم وضع شبكة محطات لقياس تدفق الأفلاج في مواقع استراتيجية بهدف إيجاد قاعدة بيانات لتدفق الأفلاج تساعد المعنيين على اتخاذ القرارات الصحيحة ويتم قياس بعض خواص المياه الفيزيائية والكيميائية في الحقل ساعة أخذ العينات كدرجة الحرارة والمواصلية الكهربائية ودرجة الحامضية وبعضها يحتاج إلى استعمال التقنية المختبرية المتطب وتتم القياسات المطلوبة لمعرفة المكونات الكيميائية لعينات المياه في مختبرات الأغذية وموارد المياه التابعة لوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه والموزاعة على مختلف محافظات السلطة ونظراً للتاريخ العريق لأفلاج السلطة وتعبيراً عن المكانة الدولية لهذا النظام المائي الفريد فقد قرت لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة التربية والعلوم والثقافة اليونسكو في اجتماعها الثلاثين المنعقد في لتوانيا من عام 2006 للميلاد أقرت إدراج خمسة أفلاج عمانية ضمن لائحة التراث العالمي وذلك لتميزها بطابعها الإنشائي القديم من حيث القنوات المائية والهندسة القديمة التي بواسطتها تم شق هذه الأفلاج والوصول إلى مكامن المياه في باطن الأرض وهي فلج دارس الذي يقع في ولاية نزوة وهو من أشهر الأفلاج الداودية وأكبر الأفلاج بمحافظة الداخلية والفلج الثاني فلج الخطمين الذي يقع في بركة الموز بولاية نزوة وهو أيضا من الأفلاج الداودية وأهم الأودية المغدية للفلج هو وادي المعيد الذي ينبع من سفح الجبل الأخضر كما تمر مياه الفلج بداخل أسوار حصن الرديدة والذي يعتبر من أهم المعالم التاريخية والآترية في بركة الموز ترجمة نانسي قنقر الفلج الثالث فلج الملكي الذي يقع في ولاية إزكي وهو أيضا من الأفلاج الداودية وهو من أقدم أفلاج محافظة الداخلية حيث يبلغ عدد سواعده سبعة عشر ساعدا وهو أطول فلج على مستوى المحافظة حيث يبلغ الطول الإجمالي للسواعد أربعة عشر ألفا وثمانمائة وخمسة وسبعين مترا الفلج الرابع فلج الميسر الذي يقع بولاية الرستاق في محافظة جنوب الباطنة ويعتبر هذا الفلج من الأفلاج الداودية العميقة حيث يصل عمقه إلى خمسين مترا تحت مستوى سطح الأرض ويمتاز هذا الفلج بنقاوته البالغة الفلج الخامس والأخير هو فلج الجيلة الذي يقع بنيابة طيوي في ولاية سون ويبلغ طول قناته مائة وواحدا وستين مترا يمتاز هذا الفلج بأنه ينبع من منطقة صخرية صمها من صخور الحجر الجيري الأفلاج عبارة عن نظام هندسي متكامل ليس فقط في مجال القناة التي تجري فيها المياه ولكن استخراج المياه من باطن الأرض بدون تستخدام طاقة بالجاذبية الأرضية وهذا النظام يعتبر فريد من نوعه يجب المحافظة عليه فالآن أكثر ما يقلق المهندسين هو الطاقة المستخدمة في نقل المياه وهي التي تستهلك كثير من الأموال والصيانة وغيرها وبالتالي أن النظام الفريد وهو نظام الأفلاج المستخدم في سلطنة عمان لا يستخدم أي طاقة وبالتالي هنا تأتي العبقرية التي أنشأت بها هذه الأفلاج واستدامت على مدى العصور والسنوات والحضارات القديمة والحاضرة وإن شاء الله ستدوم في المستقبل إذا تم استغلالها بالاستغلال الصحيح وأيضا المحافظة على هذه الأفلاج وتدريب النشأ والشباب على دراسة هذه الأفلاج والاستفادة منها يبقى للإنسان العماني الدور الأكبر في الاهتمام والمحافظة والمشاركة الفاعلة للحفاظ على هذه الثروة المائية حيث الأفلاج من المفردات الحياتية العمانية الجميلة التي لها دورها الكبير التنمية والدعم الأساسي للعديد من القطاعات التنموية المختلفة في البلاد هي ثروة مائية عظيمة من ثروات بلادنا الجميلة وهي أيضا موروط تاريخي وحضاري يعكس قدرة الإنسان العماني على مواجهة التحديات وعلى إثراء الحضارة والتراث الإنساني اشتركوا في القناة المترجم للقناة المترجم للقناة